في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ودبت حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإدكار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد خمسمائة وسبعة وخمسين عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق أربع وعشرين مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات وضبط معهم مئة وسبعين قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط تسعين متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع خمسمائة واسنتين وثلاثين قطع السلاح ناري أبرزها ست واربعون بندقية واربعون بندقية آلية واثنان وعشرون مسدسا واربعمائة واربعة وعشرون فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وأربعون خزينة إضافة لألف ومائتين وست وتسعين قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ السيادة القانون نجحت أجهزة وصارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ سلاسمائة وسبعة وستين ألفا وأربعمائة وستة وعشرين حكما قضائيا من بينهم ألف وثلاثمائة وسلاسة حكم جناية ومائة وسمانية وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة حكم حبسة ومائة وخمسة وسبعون ألفا ومائة وخمسة وثمنون حكم غرامة واثنان وخمسون ألفا ومائتين واثنان وثلاثون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع بضبط سمانية تشكيلات عصابية ضمت أربعة وعشرين متهما قاموا بارتكاب سلاسة وثلاثين حادث سرق متنوع وتم كشف غموض سمانية وثلاثين حادث ما بين حارق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالية تسعة وأربعين متهما وتم إعادة ست سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط الفين وست وخمسين قضية إدجار في المواد المخدرة بإجمالية الفين ومائتين وتسعة وخمسين متهما من بينها أكثر من الف وخمسمائة وخمسة وتسعين ونصف كيلو جرام من مخدر الحشيش وقرابة سلاسة ألاف وخمسمائة وسبعة وتسعين ونصف كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين قاربت مائة وواحد واربعين كيلو جرام وضبط ما يزيد عن أربعة وثلاسين ونصف كيلو جرام من مخدر الآيس الشابو إضافة إلى أزيد من سمانية وسبعين ونصف كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد سمانية وعشرين ألفاً وسلاسمائة واربعة وعشرين قرص مؤثر وسبعة عشر ألفاً ومئة وسبعة وثلاثين قرصة رامدول مخدر وعدد ألف وعشر قرص كيبتاجون مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي مئة وستة وخمسين مليون جنيها كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه خمسة ملاكز غير مرخصة لعلاج الإدمان كما تم ضغط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة خمسة وستين مليون جنيها متحصلة من الإدجار غير المشروع بالمواد المخدرة